أروح لكابتن أسامة الجزائر تونس يمكن الجزائر النهاردة عملت مباراة كبيرة أوي 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 هل تممكن تأثر عليها لمباراة ناجيريا تونس عملت مباراة يعني لذيذة خفيفة خفيفة فدي برضو حافز لها قوي أمام السنغال لأن المبارتين القادمتين سواء ناجيريا سواء السنغال جمدين يعني أعايز أكلمك الأول على الجزائر الجزائر النهاردة كان فيه مباراة فيها سراع بدني رهيب رهيب وزي ما ميستر كوبر بيقول كان قاعد يستنى مباراة الجزائر أو فريق الجزائر اللي هو المرشح للبطولة يأدي أداء غير اللي هو كان بيفكر فيه أنا شايف أن الإسراع البدني اللي هو استمر لحد 120 دقيقة وضربات الترجيح أو ضربات المعاناة وإزاي شوفنا شوفنا المعاناة بشكل كبير جدا هلأ ليه أوليها تأثير بدني ونفسي على فريق الجزائر اللي هو المرشح اللي هو كان ماشي بخطة ثابتة خلال المباريات كلها اللي جاي منها شايف لا هيباليها تأثير نفسي هيلعب خصمي كمان أقوى نيجيريا اللي هي لعبة مباراة في التسعين دي أو مخلصة مبارياتها دايما في التسعين دي لا وقبلها بيوم قبلها بيوم ومرياحة بيوم ودي بتفرق جدا 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 الفرق الكبيرة يا مهيب اللي هو جزائر نيجيريا الفرق الكبيرة دي لما تبقى بمرياحة يوم لا بتفيد لعبتها بشكل كبير جدا لكن المباراة تبقى صعبة 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 على الجزائر اللي هي النهاردة تشعر أننا بالنسبة لنا الصورة شوية اتهزت شوية بس ده طبيعي لأن أنت فعلاً بتلاعب في الأدوار اللي زي كده لا فرق ليها باعة النهاردة كمان كودفور مفاجأة بالنسبة لنا من المباراة القوية أوي أوي يعني النهاردة لو تحكم على المباراة ومثلاً تقدر تقولي أنه النهاردة الجزائر وكودفور دي مباراة نهائي تخلص كده لكن الجزائر هتعاني شوية مع ناجير طبيعي جدا أنا فكرة المتسحبين تونس متسحبة لحد دلوقتي هي تحسنت شوية في امبورات غيرها لكن النهاردة الخصم ما عندوش حاجة يخسرها كان مستر كوبر برا الهوى بيقول أنه بالنسبة لي المفاجأة مدغشكر الحصان الأسود بتاع البطولة هي مدغشكر فعلا فنهاردة تلعب بلا ضغوط بالنسبة لي وقالك أن هي لعبة 25 دقيقة اللي فيها التحرر لكن ما قدروش يستحمله فشايف أن تونس أدت اللي عليها خلاص تونس بالخطوات دي ممكن يروح لحتة تانية طيب مستر كوبر